ما لم تفعله الاتفاقات السياسية بين الأطراف اليمنية بشأن الأسرى المحتجزين لديها قد يفعله فيروس كورونا الأسرى قضية تداخلت فيها الأغراض السياسية بالإنسانية وعلى مدار أكثر من عام فإن هذا الملف خضع لتجاذبات سياسية كان مآلها في الأخير أن يستمر آلاف المعتقلين في سجونهم أشهرا وأعواما أخرى الفيروس في اليمن يهدد حياة الناس كما هو في جميع دول العالم لكنه أيضا قد يحمل آملا للأسرى بالإفراج القريب وهذه ميزة لكورونا قد لا توجد إلا في اليمن ففي الوقت الذي يكافح العالم مخاطر وباء تسبب بوفاة آلاف الناس ينتظر آخرون هنا خروج أهاليهم التي قالت الأمم المتحدة إن إطلاق سراحهم الآن أصبح أكثر إلحاحا بسبب مخاطر كورونا ومصائب قوم عند قوم فوائد الحكومة اليمنية من جانبها أعلنت استعدادها لتلبية دعوة الأمم المتحدة بإطلاق سراح الأسرى المتواجدين لديها جاء هذا في تصريح لوزير الخارجية محمد الحضرمي الذي دعا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير بالأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط أما المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث فقد أدرك أن الوقت في صالحه لتحقيق إنجاز ولو بسيط على مستوى الأزمة اليمنية فقال إن الحاجة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين أصبحت أكثر إلحاحا بسبب خطر كورونا دعوة غريفث لقيت صداها من الحكومة الشرعية بعد يومين من إطلاقها فقط أما مليشيا الحوثي فيبدو أن الدعوة لم تصل إليها حتى الآن أو أن حساباتها الخاصة قد منعتها من الاستجابة لدعوة كهذه لا ترى فيها مكاسب سياسية قبل أن تبحث بداخلها عن مآربة وتفاصيل أخرى حيث تكمن الشياطين